موسيقى الأوضاع المتردية التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي أثرت على نفسية المواطن وأصبحت متقلبة من جميع الجوانب تتنازع فيها اضطرابات عديدة والله حالة نفسية متقلق شوية معناتكم أحد تونس ما كناش مستنسين هكا العيشة متاعنا الدنيا غلت الأمور ما يشراكها وواحد أولا متقلق بصراحة ما نفسنا تعب برشا تعبك من القدرة الشرائية غالية برشا وكانك من معيشة كيف كيف الاقتصاد طايح والخدمة مثلا ماش والناس الكلة تتشكى وتتبكى الواحد والله خاف على صغيره في مدرسة في كتاب في روضة في الشارع يدخل مغازة عامة يدخل في أي بلاسة كانت البلاد هذه تشوفها ويقفة مثلا ما شيء فانتا تم الناس اللي تلقاه يولي عنده نوع من كانها قوة وكانها طاقة أخرى لذا معنا تلقاه يعبر وتلقاه يتكلم كلا ممكن حتى المحيط يقولك شبيه ولا يحكي أكثر وشبيه ولا يتحمس أكثر بالطبع هذو ما في بعض الأحيان ميجموش يتحملوا أكثر من فترة معينة لأنه يعطي تأثير على النوم وهناك ثم اضطرابات كبيرة في النوم بالطبع ثم التأثير متاعه يصير في مستوى الإمكانيات العملية ونعرفوه ما إحنا الإمكانيات العملية تأثر ياسر إذا إنسان صغير ويقرأ وتلميذ ولا طالب بالطبع يفرعص النشاط الذهني بتاعه ويفرعصه بالأخص الذاكرة وثم في مستوى بالطبع الأمور في المهنة المردود المهني قاعد نشوفه فيه يونقص برشا ناس تتشكها وتوصل بالطبع الأمور هذية إلى سكونا بلا فويت يعني إنسان في مقاش يفكر تلما يعني هالظروف بتاع الثورة اللي احنا عايشينها يعني تأثر في الإنسان يولي يخل حتى بواجبته قلق كبير من بعض المواطنين الذين اعتبروا حالتهم النفسية تمر بظروف صعبة ويعود ذلك إلى عدة أسباب خوفي ولي في حياتنا كو واحد ولا يخاف وينيش فرحان بينسير ثم واحد فرحان في البلاد ذي ما ويش فرحانة هذة نفسية مقلقة ما عادش واحد يخش كمال بل ما عادش حتى واحد ولا يخش ولا خايف والواحد واللي على العصابة والواحد بينش يتو والواحد كان يتكايفي باكو دخان والواحد يتكايفي زوستو حالتي النفسية متوسطة مشكلة مقبل معنات الحالة النفسية حالتي النفسية واليت متقلقة ما أنا متقلق يعني أنا كنا نتصور من خمسة وستين سنة طبو مش نرتاح ونشيخ ونتفرد ونمشي ونتخلع هو حتى وليت خايف حتى على روحي كغالي ثم الخوف قبل كل شيء وما يتأتي على الخوف المفعول في المستوى النفس ونفس الواعية والنفس حتى الباطنة وبالطبع الكره اللي أنا نلخص وامور اللي تجيين بعد قاعدة تتبلور شيئا في شيئا في هال المشكلة هذائية اللي هو أنا نشوفه قاعد يتطور وقاعد يعطينا في مشاكل نفسية كبيرة يسر نفسية المواطن غير مستقرة أثرت على أدائه العملي وتوازنه النفسي وعلاقته الاجتماعية طبيعي جدا توترت وقت وليت متوتر ما نقوله أحنا سترسي ما أنا وليت ما عاش نعطي روحي بها المواطن ما عاش نعطي مردود هو حتى الإنسان اللي متعود يقيس المردود بتاعه ثم نوع من الانخذال ونوع من التسيب قاعدين نشوفه في الناس الكل ما هيش في راحة نفسية الاطمأنان والراحة النفسية نقص تسر في البلاد معناها وقت تشوف أنت الإنسان ولا يخاف باش معناها يخرج يتفرهد ولا يخاف بنا باش حتى يواصل تواصل العلاقات الاجتماعي العائلية انقص يسر الصراع السياسي الأزمة الاقتصادية التوتر الاجتماعي انعدام الاستقرار الأمني أوضع ألقت بظلالها على الوضع النفسي للمواطن التونسي توازنا واستقرارا